بس خليني أبدأ مع حضراتكم بموضوع مهم جدا من إمبارح للنهاردة أو من إمبارح الصبح للنهاردة ناس كتيرة جدا من جمهور النادي الأهلي ألقانين على كابتن محمود الخطيب وعايزين يسمعوا إيه اللي حصل أو يعرفوا إيه اللي حصل حابب أن أنا أطمن حضراتكم في بداية هذه الحلقة وقبل ما أتكلم في أي حاجة على كابتن محمود الخطيب وحشرح لحضراتكم تفاصيل ما حدث مع كابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأسطورة كرة القدم المصرية والإفريقية كابتن محمود سافر من هنا على القاهرة إلى ألمانيا لاستكمال فحوصات طبية عادي تخص الحالة الصحية لكابتن محمود بعد ما خلص هذه الفحوصات الطبية في ألمانيا سافر إلى النمسا لأن الحقيقة كابتن خطيب كان حريص جدا جدا على دعم الفريق والجهاز الفني في بداية فترة الإعداد والدعم المعنوي ده من أسطورة من أساطير كرة القدم ومن رئيس النادي الأهلي مهم جدا 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 عشان كده كابتن محمود أصر أنه يكون متواجد بعد رحلته في ألمانيا رحلة الفحوصات الأولى في ألمانيا ثم العودة إلى أو الذهاب إلى النمسا ليكون متواجد مع اللعيبة وشفته وجود كابتن خطيب فارق مع اللعيبة إزاي وفارق مع الجهاز الفني إزاي ولكن خلينا أقول لحضراتكم أن مبارح الصبح كابتن محمود الخطيب كان في الجيم بيعمل تماريد خفيفة جدا يعني كابتن محمود شعر بدوار داخل خلال وجوده في صالة الجيم ودماغه الحقيقة استضمت بأحد الأجهزة داخل الجيم وبسبب ده اضطر كابتن محمود الحقيقة واضطر كل الموجودين إنهم ناخد كابتن محمود الخطيب ونروح به إلى أقرب مستشفى في النمسا احتاج فيها إلى عمل خياطة بعض الغرز في رأس كابتن خطيب زي ما حضراتكم شايفين الحمد لله هو بخير ولكن الأطباء في النمسا بعد ما عرض عليهم نتائج الفحوصات الطبية الأخيرة نصحوا بضرورة التوجه للطبيب المعالج لحالته في فرنسا لأنها حاجات تخصصية أكتر وأنا جايب لحضراتكم الصورة دي حصريا في قناة النادي القالي وفي برنامج البيت الكبير زي ما حضراتكم شايفين عشان أطمنكم بس على كابتن محمود الخطيب يعني الحمد لله والشكر لله يعني أنا عايز أطمنكم بكل الطرق يعني مش عارف أقول لكم إيه ولكن الكابتن محمود زي الفل من مبارح للنهاردة ناس كتيرة جدا جدا بتكلمني صورة الكابتن الخطيب دي كان بعد لأنه كابتن الخطيب بكرة كمان حضراتكم هتشوفوه في المباراة الودية للنادي الأهلي في المعسكر اللي هتتلقى بكرة حضراتكم عارفين وإحنا أقيل لكم من فترة طويلة جدا إن يوم خمسة تسعة في مباراة الودية حيلعبها النادي الأهلي كابتن محمود كان حريص إن هو أو مازال حريص إن هو يبقى موجود بكرة في معسكر أو يتفرج على المباراة الودية وبعد المباراة الودية مباشرة حيذهب إلى استكمال فحوصاته في فرنسا فكابتن محمود إن شاء الله بكرة تتطمنوا عليه فبكرة إن شاء الله لما هتشوفوه هتلاقوه يعني رابط راسه هتلاقينا الصورة مرة تانية ساميلا سمحت هتلاقي رابط راسه زي ما يعني مش كده ولكن هتلاقي هو هنا كان عمل الغرص خلاص والأمور الحمد لله أصبحت طيبة جدا مرة تانية أنا حابب بس إن أنا أطمن حضراتكم على كابتن محمود الخطيب وإن شاء الله من خلال قناة الأهلي بكرة تشوفوه موجود مع الفريق وما قبل المباراة إن شاء الله وما بعد المباراة وللأسف الشديد زي ما قلت